سيدنا الشيخ الشعراوي يعتبر مجدد التفسير القرآني في العصر الحديث وإن كان هو يرحمه الله رفض أنه يقال على دروسه تفسيرا نعم هو قال أنها مجرد خواطرة تأتي له وتأملات حول قال هبات صفائية يعني هو قال وصف بأنها هبات صفائية تخطر على قلب المؤمن في آية أو بعض آية هل حضرتك ممكن تتأمل ليه هو رفض أنه يصف ما يقدمه من دروس علم بأنه تفسير نعم لأن القضية أصلا مصارى عند المفسرين بأن مسألة تفسير القرآن شيء خارج عن النطاق البشرية نعم يعني شيء يخرج عن النطاق البشر أن يفسروا كلام الله سبحانه وتعالى لأن معنى التفسير أن أصل إلى مراد الله وهو متعزر نعم متعزر على من أراد أن يفتح هذا الباب ولكن هي مجرد ما معنى خواطر يعني فهم المتواضع البسيط حول معاني هذه الآيات لأن احنا عندنا القرآن الكريم بيمتاز بمسألة الإطلاقية وتوسع المعاني نعم ومعنى الإطلاقية أن القرآن الكريم مع محدودية مسألة الحروف والألفاظ والكلمات والأحزاب والصور كل ده معدود نعم ولكن العطاء المعنوي أو المعاني المتجددة من القرآن لا يقدر أبدا أحد على حصرها ولعل هذا أحد ملامح الإعجاز في القرآن الكريم نعم 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 مسألة التي نسميها في علم التفسير الإطلاقية إطلاقية المعاني إنه صالح لكل زمان ومكان طبعا لكي يصلح القرآن لكل زمان ومكان ويصبح هو المعجزة الدائمة على مر الأزمان ومر العصور لابد أن تكون في هذه الخاصية ويستحيل يصب أو يستحيل أن يحيط به تفسير ما نعم حتى ولو كان الأمر نحن نستدل على هذا الأمر بشيء وهو سيدنا شيخ شعروي استدل بهذا الأمر قال لو كان أحد يريد أو عنده المقدرة أن يفسر القرآن لكان أولى الناس بهذه المنزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن السيد سحمد تخيل إن لو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وضع تفسيرا للقرآن كان أصبح الأمر مغلق انتهى فلا كلام بعد كلامه صلى الله عليه وسلم ولا أحد يفسر بعد تفسيره صلى الله عليه وسلم ولذلك عندنا نوع من التفسير يسمى التفسير المأسور التفسير المأسور يعني ما أثر على النبي صلى الله عليه وسلم المدوم في كتب السنة هل من العلماء أحد يخالف ما فسر بالنبي صلى الله عليه وسلم يستحيل طبعا تصعب أو يستحيل لأنه حتى لو فعل ذلك يكون قدم بين يدي الله ورسوله وده الأمر اللي جعل ستنا شيخ الشعراوي على قدر الغزارة العلمية الخطيرة التي عنده يتورى عن هذا الأمر ويقول أنها مجرد هبات صفائية أو خواطر إيمانية كما رسماه رضي الله عنه